ممكن انت بتفكر في شخص يا اما انتو متزوجين يا اما هي فقط كانت تربتك بيه برج الجدي عليك حميمية انا بش نحاول ناخد كارت خامس لانو على ما يبدو فما قصة لاني عندنا عندنا قصة عندنا قصة اوكي اوكي طيب برج الجدي انا شيفة كما قلنا عنك ممكن انت بتفكر في شخص وهو ايضا الشخص دي على فكرة بيفكر فيك شخص كانت يا اما كنت متزوجين يعني في علاقة بزواجي اما الشخص دي كانت تربتك بيه علاقة قوية اللي هي قوية شنوه علاقة مثلا حميمية او ممكن العلاقة تكون عما طي فما انجلي بجسدي كبير ممكن يكون الشخص دي على فكرة يا اما خانك خدعك او تهبك انت بالخيانة ينرجم يكون واني اتهمك انت انك خدعته مثلا ولكن القصة انا شيفة انه اكثر منه الشخص دي انت بتشوف انه هو خدعك انه هو تركك خليك مثلا وعدك بشيء وموصيش به او مثلا مشيك في طريق اوكي وحتى الكروت هذوم عادة انا نخذهم بنشوف شنوهم حاجة اجتلها بالصفة عاما وش فالعاطفة فقط فاليوم يعني عاطفية حتى القراءة هذية هي قراءة عاطفية حتى القراءة المبدئية هذية عاطفية فكما قلت لك ممكن الشخص دي مشيك في طريق وصحب منك البساط مثلا خليك وحدك في طريق قل تكمل وحدك انا طريق هذية ما عادش يساعدني مش طريقي امشي لوحدك حاجة يعني حاجة من نوع هذية فما خياني ولكن اللي انا شوفه انه انت ممكن تكونوا توقم للكثير منكم ممكن تكونوا توقم شوالا والشخص دي مش فاهم يعني قصك توقم شوالا مش فاهم يعني شوه العلاقة بالضبط فهو الهارب وقلت المطارد عاما هذية ففيه عقد ممكن يعني للبعض منكم ياما تتزوجوا ياما هذية عقد عمل واتفاق على عمل لانه هذية مش نخليها الكروت هذية عاما عموما فيه كثير منكم ممكن قريبا تتزوجوا يا برج الجزي ان شاء الله بتتوفيق هذي خلينا نبدأوا نشوفوا اولا انا حابة نأخذ ايضا بالسكرونت هذو ما نشوفوا الطاقة طاقتك انتا وطاقة الشريك انتا في طاقة الحامل الوديع تقريبا ثم شبه بين القائدين الطاقتين على فكرة ثم شبه الكوتشينا هذية ما نجموش نقراوها مع قوسة ما نجموش بالطريقة هذي او بالوجه هذي طيب انا نشوف انه برج الجزي في الوقت الحاضر انت ممكن تكون موجود مع مجموعة اشخاص يعني انت مش هو الوحدك شايفتك يعني شخص مسالم محبوب بتحاول طاقتك فيها هدوء عموما او بصفة عامة طاقتك فيها هدوء شايف انه انت ممكن تكون مش منعزل ولكن ثم يعني دائما اشخاص بيحاولوا انه هم يعني دخلوك معهم في العلاقة او خليوك معهم في علاقة ولكن انت اللي ساحب نفسك او تفكر انك تسحب دائما نفسك الشريك انا حسن انه ممكن يكون الشخصي وحيد على فكرة وممكن يكون ايضا يعني حاسس بكي شيء اوكي وانا شوف انه عامة عنده بعض يعني متألم او حزين فماشي ممكن يكون عنده حدث يعني لا سمح الله طبعا ولكن ممكن يكون طيب خلينا نبديو برج الجديد ونشوفو بالطارق بثغول او الكارت وطلع لك على فكرة برج الحمل وحتى في الكوتشنيرية وطلع لك برج الحمل وحين قدمان وكارت برج الأسد القوة شايف فيه اشخاص او فيه شخص يفكر فيكم في الثاني هذي على اغلب انت بطريقة روحية اوكي تفكيرك في شخص هذي فيه روحانيات ممكن على فكرة العلاقة معلقة منتهية يعني انا شايف فيه غموض ممكن انت فم حاجات كثيرة انت متعرف هيش على شخص هذي او فم واحد فيكم خايف عامة اوكي بالرغم انه فم حب وبالرغم انه فم طاقة جنسية عالية جدا 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 بينك وبينه الشخص هذي حتى الكروت الاولانية اني نزلنيهم فيها كارت الطاقة الجنسية الشخص هذي على فكرة بيحس نحيتك بالفعل بطاقة جسدية بيحس انه انت تعبك معه وانه هو بالفعل يعني كما انت او كما الكروت قانونا انه فم خيانة اوكي عموما الحب موجود وانت على فكرة بتحب الشخص هذي يعني بتحس انه هو صلمت او وبتحس انه هو الحب الحقيقي هذيك عليش انت بتفكر فيه بطريقة روحانية يعني الطريقة اللي انت بتفكر فيه بها الشخص هذي روحانية اكثر وعلى فكرة الشخص هذي ممكن يكون يعني رافض موضوع الارتباط ممكن او انت بتحس طول الوقت انه ممكن يكون الشخص هذي مش معاك مثلا مشغول بحاجات اخرى طول الوقت ونقوله احنا اوكي وانت حاسس انه هو مخبب عليك حاجات وانه فم حاجات كثيرة مريبة انت مش فاهمها وممكن كما قلنا تركك ومشير مثلا اختفى فجأة يعني شوفوا يا اما اختفى فجأة يا اما هو مثلا عشما كما يقوله بشي وما اوفيش به مثلا قالك احنا بش نتزوج وانت بنيت احلام وبنيت امال معاها الشخص هذي وفجأة انسحب مثلا من العلاقة وفجأة يعني ترك الجمر بما حمله ورحل فانت القصة مفاجئ ممكن هو متعود على الطريقة هذيه انه هو بيجي فجأة يعني وقلوا احنا وبيختفي فجأة اوكي وانتم على فكرة انا مش شايفة انه انتم بتتكلموا مفيش ثقة بينكم عمر انت والشخص دي ما تمش تقريبا ثقة بينكم طيب اوكي طيب اه انتم ممكن تكونوا علاقة الحياة زيبقة على فكرة طيب اوكي طيب اوكي طيب اللي انت عملتها معاه موقف شهامة كنت القصة ويعني بيشوف انه انت لما بتحب بتحب باخلاص شخص هذيه شيفك بصورة جيدة على فكرة وممنون لك من ناحية اخرى شوفوا ممكن يكون هو شيفك عندك بعض الغموض ولكن هذيه هو يعني متأكد انه هذيه من طبعك انت الغموض اوكي 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 وانت ايضا بتحس انه هو غامل والغموض هذيه ممكن ظروف هو مش حابب انه مثلا يقول هلك او مش حابب انه هو اوه يدوشك بيها معاه مثلا في نتو القصة فهو بيشوف انه انت شخص مضحي اوه غيرت له مثلا حياته اوه سهدته يعني كثيرا انه هو يتغير الفكرة في التهيل هو في حد ذاته واسعدته على المستوى الروحي كثيرا فهمتو فوجودك بصفة عامة في حياة الشخص ديه خلته يفهم ممكن اشيء ممكن انت تكون مساعدته مديا ايضا البعض منكم مش الناس الكل اوه ممكن تكون حسنت له ايضا نفسيته خليته شخص يعني ثابت يعني خذوها المساعدة باي طريقة يعني حسب قصتك انت اوكي اوكي فهو حاسس انك انت يعني نورت حياته اوه كأنك يعني يعرفت وششتو يعني انت ما يخذ طاقة القمر بالضبط فمشاعر تجاهك مشاعري يعني نقولو احنا ثابتة ممكن هو انا شايف ان هو حاب يرتبط بيك لانه شايف انه انت الشخص المناسب ولكن على فكرة ممكن تكون ثم شيء اللي يوقف بينك وبينه مش لا منك ولا منه ثم حاجة اخرى طيب اوكي 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 شوفوا الشخص ادي يشايف انه انت وهو المفروض ترتبطوا ولكن مش بالطريقة التقليدية يعني انكم مثلا تقعدوا مع بعض تبتكروا طريقة تكون مساعدة لظروفه هو ومساعدة لظروفك انت ممكن يكون متزوج الشخص ادي للبعض منكم مش للجميع مثلا اوه اوه انه بيشوف انه بيشوف انه فما اختلاف في الشخصيات وهو على فكرة متبسك بك جدا شايف انه انت ساعدته كثيرا في حياته وعلى فكرة هو ساعد جدا معك وفما ذكرياته ومحتفظ بيها بينه وبين نفسه وساعد جدا 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 بالعلاقة معك هو بيحس انك انت تقريبا مثلا غيرت له نظام حياته قولوا احنا مثلا كان عنده عادة سيئة مثلا تدخين او يعني ايا كانت العادة السيئة هذية مش بالضرورة انت قعدين عدد لكم فانت تقريبا اعطيته دفع انه هو يغير الشيء هذية اوكي او العادة السيئة هذية اذا كنت مثلا مساعدتوش مديا مثلا ساعدتو نفسيا على المستوى الروحي ايا كان اوكي فكأنه مثلا الشخص هذية يعني سهل عليك امور كثيرة وساعدك كثيرة بصراحة اوكي طيب سنيني ليس بكروت اكثر دغرس على فكرة وشايف انه انت ممكن تكون متشائم اوكي فاقد الامل في العلاقة او ممكن انت كنت بتحاسبه على كل موقف كان يصدر منه وممكن تكون واخد فكرة عن الحب من الطفولة ومصر انه انت تطبقها على قصتك مع الشخص هذية جذيت اوكي ممكن تكون حتى متأثر او يعني عن الحب وعن العلاقات بصفة عامة فكأنك يعني اخذت مثلا في اشخاص انت يعني تعرفهم مثلا في حياتك اوكي اوكي او مثلا ويلدك وعلقته بولدتك او او اصدقاء او اقارب حتى جيرين مثلا فانت تقريبا اخذتك اكل شيء اللي انت شفته وحسيت انه كل العلاقات يعني بالضرورة افهموا معي كل العلاقات بالضرورة تكون بالطريقة هذيكة يعني كأنك انت خبيت افكار مصدقة وكأنك عملت لها تنزيل وهي هذي هو الخطأ او هذي هي الحلقة المفقودة فيعني بشوف انه انت هندك فكرة ثابتة عن العلاقات اوكي والواضح انه انت بالفعل يعني اخذت فكرة وحابب يطبقها الشخص هذي بيحبك جدا وشايف انه ممكن انت حاطت قيود شوية اوكي ومتمسك ومشيتك متمسك باخلاقيات معينة في حياتك ولكن وممكن يكون حاب يقولك انه الزمن تغير انه مش بالضرورة انه على كل شيء فيما يخص تغتيرك انت فقط يعني مثلا انت انقلوا احنا من نوعية الاشخاص مثلا بيتفرج كثيرا ومتأثر بالافلام مثلا الدراما المصرية القديمة فانت بتشوف انه مثلا الحب والمشيع في الزمن هذيك كانت مختلفة تماما 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 عن الحب والمشاعر في الوقت الحاضر والاحترام والعلاقة فانت تقريبا بازلت مقلا اقولوا احنا بتحاول انك العلاقة اللي تريشها القصة الحب اللي تريشها تكون بالطريقة هذيكه كدية مثال را ومتقولوا ليش اميرة وتحنا ليه وانا عليش نسكر التحليقاتي انه نلقى ناس مش فاهمة اصلا انا بعطي مثال فطبق انت لو مش النقطة هذي مش مناسبة ليك طبعا ومش انت لا انت بالعكس الشخص يعني فخلاص يعني مش مشكلة احديها اوكي فكأنه قولك يعني اعمل حساب انه فيه ناس مختلفين عنك وانه انا مختلف عنك وانه انا بنحب اشياء ممكن انت متكونش تحبها يعني احترم الاختلاف اللي بيننا تماما فالشخص هذي مش حابب انه انت اه كيش نرجع ما نقول هذي انت عندك فكرة عن الحب ممكن تكون سلبيع شوية مثال قلت له انت خين انت مش تتركني وتمشي انت مش حاسس نعه بالامير مثالا فحابب فكرة انك تربط معاك مثالا فتحب يعني يقولوا احنا مثلا تحب انت زويج رسمي يعني علاقة رسمية وفهمتو كفيش حقد وهو مش مستعد مثلا اوكي وشيف تقريبا انا اذا كان حبينا ان نقولوا الكلمة وتطلع صحيحك انك حابب انت تحط شروط او تحدد نقاط معينة مثلا في العلاقة هذية يعني هو بيشوفك بصورة انه ما عندك الفكرة هذية اوه يعني ممكن مش 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 ضروري انت بتحبه مثل زوجك رسمي ولكن هو شيفك بصورة هذية شيفك شوي تقليدي ممكن يعني بكل امانة تمام ممكن يكون شيفك شوي تقليدي طيب اوه اوه وانت شخص بتعمل فوقات الاجبالك صعب السيطرة عليك صعب السيطرة عليك بيشوفك مختلف عنه كثيرا على فكرة انا مطلع ليش كارت الاختلاف الاجتماعي ولكن عليش هو الشخص دي يشيفك وانت مختلف عنه اشوفه عموما انا انا اه محب ان اخذ كارت من كروط او كارتين من كروط ملائك الحف ممكن يفسرنا شوية او يفسرنا العلاقة انا يحبوا يساعدونا طبعا ملائكة الحف انا مطلع بيش فكرة جيدة برج الجدي عليك توب بيشريك وبرج الجدي عليك توب بيشريك